أزمة كورونا العالمية كشفت عن مواهب بحرينية شابة استطاعت بإصرارها أن ترفع اسم البحرين عالياً فقد حصدت الطالبتان زين بغمار ورتاج زمان المركز الأول على مستوى مملكة البحرين والثاني عربياً عن اختراع روبوت متعدد الاستخدامات في مسابقة الشيخة فاديا السعد الصباح العلمية بإصرار الإنسان البحريني والثقافة والطلاع قررنا أن نستوهم في خدمة الوطن فقمنا بابتكار روبوت قادر على خدمة الوطن والمواطن خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية شغف لافت ورغبة قوية في تحقيق حلم رواد الفتاتين بسبب الأزمة الصحية التي يشهدها العالم بأسره بسبب تفشي فيروس كورونا فكان ذلك الجهاز شرفة الانطلاق الأولى الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الفتاتين لتحصد المركز الأول في مسابقة الشيخة فاديا السعد الصباح العلمية بين المتقدمين من البحرين والثاني على المستوى العربي فعنا اسم بلودنا مملكة البحرين وفزنا بالمستوى الأول ويدستوناس نحن نويت تعبنا على الروبوت واشتغلنا عليه فكونات فرحة متوصف يعني في البدوية احنا قررنا أنه قبل أن نبتدي بالشغل على الروبوت نطلع على معلومات تخص علم الروبوت وأيضا نطلع على فيديوهات تعليمية موجودة على تطبيق اليوتيوب قبل البدء بالعمل على الروبوت فبعد فترة من الوقت بديني نشتري الأدوات اللازمة أنا قلت عقبوي عن الفكرة اللي نبينسويها كنت جدا محافز لنا ودعم لنا وحب الفكرة فبديني نشتري الأدوات اللازمة احنا كن من السهل علينا أن نشتري روبوت جهز لو كنا هدفنا الأساسي أن نحن نزيد من مهاراتنا فبديني نشتري الأدوات اللازمة كالخشاب والبلوستيك وجهوز الحرورة ومعقم اليد وإلى آخر وبديني نبتدي في الشغل على الروبوت بأدوات بسيطة تمكنت زين وريتاج من اختراع جهاز مميز قاموا بصنعه بالكامل والعمل على برمجته من خلال أجهزتهما الذكية لتؤكد للجميع بأن الإبداع لا حدود له الروبوت اللي ابتكرنا قادر على أن يتقمص أكثر من شخصيين من شخصيات المجتمع منها الكودر الطبي والتعليمي وكذلك رجال الأمن وأيضا شخصيات المتطوع وقادر على أيضا أنه يعطي خدمات مشابهة لسلك الخدمات ويعمل الروبوت كذلك على أعطاء رشادات وتعليمات مختلفة بجميع اللقات وكذلك يعمل على قياس معادل الأكسجين وكذلك معادل ضربات القلب ويعمل على التعقيم اليدين باستمرار طبعا أثرين على صناعة الروبوتات بأنفسنا دون مساعدة الشخص الذي خبره في موضوع الروبوتات وكذلك أثرين على عدم شراء أدوات جاهزة مصنوعة ومخصوصة للروبوتات بل الاستعان بأدوات أخرى نستطيع من خلالها مصنوعة مجسم الروبوت وجعل الروبوت يكون مشابه حق الروبوتات المصنوعة في المصانع الإصرار والرغبة في التحدي للوصول إلى الهدف المنشود الذي سعت إليه الفتاتان لم يكن ليتحقق إلا بدعم من ذويهم الذين ترفع لهم القبعة نظير تشجيع ابنتيهما على الإنجاز وتوفير كافة المواد التي صنعت بهم الروبوت بجهود ذاتية وكفاءة عالية يأتي هذا الاختراع البحريني روبوت متعدد الاستخدامات ليأخذ له مكانة بين الاختراعات العربية والعالمية ليثبت الشاب البحريني أنه قادر على خوض غمار تجربة الإبداع لمواجهة كافة الظروف بشكل متميز ولافت خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين